السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات حلقة فيزيائية جديدة بعنوان أصناف مضخمات الإشارات الكبيرة في الترانزيستر نبدأ بالصنف A يصنف مضخم الإشارات الكبيرة على أنه من الصنف A إذا كانت قيمة زاوية التوصيل هي 360 درجة مئوية هناك نوعين من دائرات المضخمات الترانزيسترية من الصنف A يجري التصنيف حسب طريقة توصيل الحمل على خرج الترانزيستر تسمى الدائرة الأولى بدائرة المضخم بالتغذية التتابعية وفيها يوصل الحمل مباشرة إلى خرج الترانزيستر فيما تسمى الدائرة الثانية بدائرة المضخم المقرون بالمحول تتشابه دائرة التغذية التتابعية مع دائرات تحييز الترانزيستر لتضخيم الإشارات الصغيرة سواء بالتصميم أو بطريقة الدراسة يكون الاختلاف الأساسي هو قيم جهود التغذية وطيار الدخل يجرى التعبير عن استطاعة الخرج باستعمال الجذر المتوسط التربيعي لجهد وطيار الخرج أو القيمة المطلقة لقمة الإشارة المتناوبة فيهما أو القيمة المعبرة عن التغيير بين أدنى مستوى وأعلى مستوى لهما والتي تسمى القيمة من القمة إلى القمة بكل الأحوال لا يمكن أن تتجاوز كفاءة استطاعة الخرج في هذه الدائرة 25% أما دائرة المدخم المقرون بالمحول فتستعمل بشكل أساسي لرفع كفاءة استطاعة الخرج يمكن نظريا أن تصل كفاءة المدخم من الصنف إيه عند استعمال هذه الدائرة حتى 50% ولتحقيق ذلك يتم توصيل الحمل على دائرة الخرج عبر محول له معامل اقتران ويمكن اعتماد على ذلك نقل مقاومة الحمل إلى دائرة المحول الأولية وعند التحليل المتناوب للدائرة السابقة تكون المقاومة في الدائرة المتناوبة المكافئة صفرية ويكون خط الحمل المستمر عندها مستقيما يوازي محور طيار الخرج أما خط الحمل المتناوب فيشمل على المقاومة ويكون ذو ميل سالب على أي حال يتقاطع خط الحمل المستمر والمتناوب مع المنحنى الممثل لتيار الدخل في نقطة العمل نأتي إلى الصنف B من مضخمات الاستطاعة من الصنف B Class B Power Amplifier هي المضخمات التي تكون زاوية التوصيل فيها 180 درجة وهنا يعني أن نصف دور إشارة الدخل سوف يمر إلى الخرج فقط نيته يستخدم زوج من الترانزيستورات في هذا النوع من المضخمات وتحيز بحيث تكون نقطة العمل على حدود منطقة القطع أي أن الترانزيستور يضخم أي إشارة موجبة ترد إلى مدخله إذا كان النوع BNB وأي إشارة سالبة إذا كان النوع من النوع NBN إذا كان الترانزيستور أو إذا كان الترانزيستوران المستعملان من نفس النوع فيجب عندها أن يتم تغذية إحداهما بإشارة الدخل بعد إزاحتها بزاوية 180 درجة مئوية من الأمثلة على هذه الدائرات دائرة مضخم الصنف B المقرونة مع محول حيث تحتوي على ترانزيستوران من نفس النوع يوصل مدخل إشارة إحداهما إلى أحد طرفي محول ومدخل الثاني إلى طرف المحول الثاني تسمى هذه الدائرة أيضا دائرة الدفع والجذب push-bull circuit أما إذا كان الترانزيستوران المستعملان من نوعين مختلفين فإن الدائرات تسمى الدائرة المتتامة التناظرية ويتم تحييزهما بحيث يضخم إحداهما أي إشارة موجبة تطبق على مدخله والثاني أي إشارة سالبة ثم يجري تغذيتهما مباشرة بإشارة الدخل أما الشكل الأكثر استعمالا لمدخمات الاستطاع من الصنف به فهو حالة خاصة من الدائرة المتتامة التناظرية وفيها يستخدم زوج من الترانزيستورات حسب وصلة دار لنغتون ولتحقيق التطخيم في كل طرف تسمى هذه الدائرة بمدخم الدفع والجذب شبه المتتام التناظري تبلغ كفاءة استطاعة الخرج العظمى الممكنة في هذا الصنف من المدخمات إلى 78.5% أما الصنف C فتعمل مدخمات الاستطاعة من الصنف C وهي Class C Power Amplifier مع زاوية توصيل أقل من 180 درجة وتكون ذات كفاءة مرتفعة تصل حتى 75% يعود ذلك أساسا إلى تحييز الترانزيستور حيث تكون نقطة العمل في منطقة القطع وتحتوي دائرة مدخم من الصنف C على دائرة تلحين تضخم أو تلحين تضم ملفا ومكثف يتم اختيار قيمتهما بحيث يحقيقان استجابة ترددية عظمى من أجل تردد محدد نتيجة لذلك يكون هناك تطبيقات لمدخمات الصنف C في دائرات الإرسال والاستقبال الراديوي أي أن دائرة التلحين تلعب دور مرشح حزمة يسمح بمرور ويضخم إشارة بتردد محدد كما أيضا يمكن أن يستخدم هذا النوع من المضخمات لتضخيم إشارات تحمل معلومات مضمنة تردديا حيث لا تتأثر المعلومات بأي تشوه حاصل لمطال الإشارة عند التضخيم هكذا انتهت حلقة اليوم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر